يعني كلام مهم جدا في الحقيقة سواء من ميستر بيتسو موسيماني أو محمد الشناوي كابتن النادي الأهلي في المؤتمر الصفحة بالتحديد عايز أعلق على كلام ميستر بيتسو موسيماني لأن الجزئية دي مهمة واللي هو تطرق لها واللي بتتعلق بإيه؟ بتتعلق بالخيارات الكتير جدا اللي عنده اللي مسابباله حيرة يلعب مين ولا مين واللعبه ماشاء الله مشه بشكل كويس كلهم سواء اللي بيلعبوا بشكل أساسي أو حتى اللي بياخدوا فرص لمشاركة كله بيتقلق فده مسبب لموسيماني حيرة مش عارف يعني مين يلعب على حساب مين الكلام ده إيه؟ الكلام ده ناتج عن مجهود كبير قوي 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 قامت بإدارة الكورة في النادي الأهلي على مدارة فترة اللي فاتت مش موسم أو مش فترة انتقالات واحدة أو اتنين لا ده بلان كان محطوط بقاله 3 سنين تقريبا تقريبا يعني أو أكتر اللي هو ايه يا جماعة احنا عايزين نوصل لمرحلة ان احنا يبقى عندنا فريق قوام فريق كامل بمختلف المراكز المليئة بأكتر من عنصر يقدروا يساعدوا الفرقة في حالة تواجد إصابات أو الله لا يقدر حاجات من هذا القبيل اللي ممكن تعطلنا لحنا مش عايزين نتعطل اه ممكن يبقى فيه إصابات ايه دي كرة القدم طبيعي احنا عندنا دلوقتي 3 لعبين مصابين بس بدروا ان شاء الله رايب حيرجع أكرم وعمار اتنين صاليبي لسه قدامهم شوية محمود متولي رجع بيرسي تاو رجع شناوي الحمد لله رجع فعدد كبير من اللعبة موجود ومتوفر بالنسبة لك فده ان ده اللي يدل على المجهود الكبير اللي بازالته قدارة النادي الاهلي عمدار السنوات القليلة الماضية عشان توصل للقوام ده من الفريق المميز اللي يقدر بإذن الله ينفس على كل البطولات طيب دي كالتصرحات موسيماني وشناوي نشوف تصرحات مكوينة المدير الفني لسان داونز الامبارح ونرجع مرة تانية اشتركوا في القناة